اشتركوا في القناة لتقنية المعلومات. طبعا هذه هي واجهة الدخول مثل ما تعلمنا عليها. خليت وسجل الدخول. هذه هي الواجهة الرئيسية مثل ما اتفقنا وقلنا عليها وشرحناها سابقا. اليومان وياكم راح نتعامل ويا البريد. بريد الوارد والبريد الصادر. طبعا لاني كل هن اقدر ازغر هن حسب ما اريداني. البريد الوارد هو كل الرسائل اللي انت مستلمها. وهنا رقم ثلاثة باللون الاحمر يشير الى عدد الرسائل اللي انت مستلمها ومقاريها الغير مقروعة. وهذا هو البريد الصادر اللي انتوا دا شوفوا امانكم. كل الرسائل اللي طالعها من عندي. خليني اجعانوا لكم للبريد الوارد. بالبريد الوارد هنا مثل ما تشوفون. المادة يعني اللي يعني استاذ المادة اللي اجدتك من عند الرسالة. من هنا الاسم مالته. عنوان. عنوان الرسالة شنو. تفاصيلها شنو. مرفقات اللي موجودة بيها ايضا. واشوكت اجدتي. شوكت اجدتي. كل رسالة اني اريد افتحها اروح اضغط على عنوانها هنا. هذي رحت انفتح. تشوف اجي التوضيح بخصوص انتحان. ضغطت عليها. انفتحت هاي الرسالة اقدر اقراها واقدر اشوفها. ورا ما خلصت اقرايا. اقدر اسوي رجوع منها حتى ارجع للصفحة الرئيسية. اهنا اكو ظرف بصف العنوان. اذا ظرف مفتوح معنات هالرسالة مقروعة. اذا ظرف مغلق معنات هالرسالة غير مقروعة. شوف اصحب انا عندي واحدة. اثنيا. ثلاثة. اهنا عندي تلف رسال غير مقروعة. اصاله اجيت اهنا ضغطت على بروتوكولات الشبكات وقريتها مثلا على سبيل المثال. وسويت رجوع. شوف العدد اهنا شغل صار عندي صار عندي اثنيا. واضح? كذلك شا اقدر اسوي? اقدر هاي المقروعة لشوفها. بس أظللها هنا وأخليها تحديد كغير مقرؤة هل أنت متأكد؟ نعم شوف صارت قدامها ظروف غير مقرؤ وإهنا صارت ثلاثة هذه نفسيتها اللي مظللها آني بدون ما أفتحها أقدر أخليها تحديد كمقرؤ أوكي هل أنت متأكد؟ نعم ظروف هنا مفتح وهنا العدد الجهاز صار صار رسالتين فتحديد كمقرؤ تخليها كلهم مقرؤات كل اللي مظللهم وتحديد غير مقرؤة كل اللي مظللهم تخليهم غير مقرؤات واضح؟ كذلك هنا أقدر أسوي بحث مثلا رح أكتب هنا أنا ملاكو نجي نكتب امتحان امتحان يومي رسالة عنوانها امتحان يومي وضغطة انتر أوكي طبعا هنا مظلل بس وحدة امتحان يومي أوكي وضغطت انتر شوف شو طلع اللي هنا امتحان يومي طلعت الامتحان يومي أوكي رسالة اللي عنوانها امتحان يومي وخرت هذا الفلتر رح تكل شي رح أجاء أنا ياكوب أكتب فقط كلمة امتحان وانطيت انتر كل الرسائل اللي بيهن امتحان كلمة امتحان رح تطلع عندك هنا هنا هذا بالنسبة الى منو بالنسبة الى كل الرسائل الواردة عندي بالنسبة للرسائل الصادرة هاي الصادر تشوفوه الصادر هاي كل الرسائل اللي طالعة آني من عندي وتفاصيلها اسم المادة الى العنوان التفاصيل والمرفقات اذا كانت بيها مرفقات فقط اضغط عليها رح يصير تحميل المرفق اللي موجود عندي طبعا خليكم ببالكم كل رسالة منا اقدر اضغط عليها وانطيها شنوه انطيها حذف طبعا هنا منا انطيها حذف رح يسأني هل انت متأكد لن يتم حذف الرسالة التي تمت قراءتها بواسطة المستنم واضح قلت له نعم راحت قلت له لا لا رح يبقى لي اياها هذا بالنسبة المن الى الحذف اريد اسوي بريد جديد اريد اسوي بريد جديد وارسله رح اجي اقول له بريد جديد ضغطت رح خلي اسم المادة هنا اختارها اختارت project management الى مثلا هذا خلي نقول هذا الشخص عنوانه اختبار على سبيل المثال داسل على نتيجة اختبار نتيجة فلا اسميها نتيجة اختبار اوكي وهنا اكتب السلام السلام عليكم جميعا او السلام عليكم استاذ ما هي نتيجة اختباري اوكي وش اسوي هنا اذا اكو مرفق اقدر امنا من البراوس احمل مرفق اوكي ما اريد مرفق بدون مرفق واقول له رسال بريد شوف طلعت عندي هاي الرسالة الجديدة اسمه نتيجة اختبار تفاصيلها اوكي ما هي نتيجة اختباري شكو قبل الزير ثواني مرض هدا زيت الرسالة اريد الغيها من نانا ممكن انه فقط اضللها وش اسوي لها اسوي لها حذف هل انت متأكد نعم راح تنحفت هذه الرسالة هذا عزان الطلبة كل ما متعلق بالبريد البريد الوارد مثل ما قلنا كل الرسالة الي جايتك بريد الصادر كل الرسالة الي طلعت من عنده شكرا لكم شكرا لازغاكم وشكرا جزيلا جميعا